السلام عليكم نكمل في المحاضرة الخامسة عنواع الريش أو البنط المستخدمة في عملية التقب و طلب تثبيتها واحد بنطة مسلوبة التبر دريل يتم تثبيتها في ما يعرف باسم جلبه المسلوبة او عمود المتقاب بنطة مستقيمة لستريد دريل تاخذ مواخرة شكل سطواني وتتبت بالضرف الثلاثي ثلاثة بنطة سكرو ماشين دريل لاحظ سمك و شكل مقدمة البنطة في الشكل انواع ماكينة التقب واحد ابرز ماكينة التقب نراهية بشكل يومي المتقاب الكهربائي اثنين متقاب تزيا البنش دريل ثلاثة متقاب شجرة أربعة متقاب دف خمسة متقاب القايم ستة متقاب اليدوي عندي التابل هذا يوضح علاقة زاوية الريشة بنوع المعدن يعني كل المنوع معدن عنده زاوية ريشة خاصة به في اثناء عملية التقب مثلا الفلاذ الصلد 130 نحاس أصفر 150 درجة ابرز العمليات تم بعملية المتقاب عندي التخويش الكونتر بالعديد من الانواع كالمخروطي والسطواني والكروي يعني يمكن تعريفها بعملية التقب اثنين البرغلة الريمين عملية الهدف منها تنعيم السطح التقب بعد انتهام عملية التقب الأساسية في المنتج يوجد منها عدة انواع اليدوية المخروطية العيارية وغيرها القلوة تم خلال السكرو ماشين عندي الشكل يوضح عملية التقب البرغلة والتخويش والثقب هذا طبعا يكون واضع عندك في الجانب العامل لما تطبق عليه عملي ستشوف بشكل هذا بأكثر وضوح سواء التبريد مستخدمها عملية التقب أثناء عملية التقب تولد كميات كبيرة من الحرارة على صور الافتكاك تنشأ ضغوط شديدة تسبب تأكل أدوات القطع والتطقيب مستعمل والأضيفة الرئاسية سواء التبريد هي تغلب على هذه المؤثرات عمل سواء التبريد يساعد في المحافظة على قصاوة أداة القطع وطالة عمرها كم يقلل من تشوه القطع المراد التي تتقب فيها يجب أن تتوفر في سواء التبريد عدة شرور أهمها واحد ألا تسبب صدى ألات القطع أو الزاء المشغلة أثنين أن توفر الحماية من جو المحيط ثلاثة ألا يسترعان دخان في أثناء التشغيل أو التصغيم يعني ثلاثة الحاجات هذين يمكن توفرهم في سواء التبريد تصنيف سواء التبريد سواء التبريد مائية كالزيوت القابل للحناء بالماء والسواء التي أساسها ماء محالية كيميائية معظمها تطوير المحالية المائية البسيطة كربونات السوديوم أو الصبون ثلاثة سواء التبريد زيتية زيوت الحكتوي على الماء تشمل على زيوت معدنية وزيوت شحمية وزيوت مركبة أسباب تؤدي لإنكسار البونطة أو الريشة سرعة قطع دورانية عالية جدا في متجدد سلادة عالية يعني ما جيت أنت تشتغل على معدن حديد وتستعمل لبونطة خاصة بالخشب أو الألموين تقضيها بشكل مبالغ فيه بالبونطة عدم توافق البونطة مستخدم عملية التقب وجود فراغات داخل مشغولة من يده يشعل أحدى حدود البونطة القاطعة لا يقطع انسداد مجاري الريش في حقس حركة دوران البونطة يعني أثنان تعملية التقب يطلع الريش معه فالريش هذا التراكم بتاعه ممكن يسبب الانسداد داخل الفتحة ويعيق حركة الريشة وممكن يؤدي إلى انكسار الإفراب في استخدام بونطة واحدة بدون تنظيفها وعناية بها يعني دائما تستخدم بونطة واحدة في أثناء عملك فهذا بروحة يؤدي إلى تلف البونطة رقم سبعة ضعف سلادة وسلابة البونطة مقارنة بالشغلة يتم عليها عملية التقب يعني عندك عدة أسباب ممكن تذكر منها أربعة وخمسة في حاجة سؤال تذكر أسباب لتؤدي انكسار البونطة عملية البرادة الفيلنك بروسس عملية زالة يدوية كمية ضيئة من المعدن إغارة تنعيم السطح أو تكييد الوصول بمقيهز دقيق يتركب المبرد من جزئين السيلان هو جزء الذي يتبط به مقبض المبرد السلاح هو جزء المخشم المبرد هو جزء الذي يتم به إزالة المعدن واحد سلاح المبرد اثنين سيلان المبرد ثلاثة مقبض أربعة طولي احتياتي زي ما عندك في الشكل موضح الأجزاء متاع المبرد أنواع المبرد هناك مبرد مستوي مبرد مربع يستخدم حصول فتحات مربعة دائري يستخدم حصول فتحات دائرية المثالة يستخدم حصول أشكال مثالتية مبرد خشن يستخدم لإزالة الزاكبية ولو في مبرد نعم قد استعمال لعملية التنعيم في النهاية عندما تنتمت نعم في السطح تمت عالية عملية تطقيب أو عملية تخراطة تستخدم مبرد نعم الشروط يجب أن يتباعها قبل بدء عملية برادة يراعى عند البرادة أن يتم اختيار مبرد صحيح عدم استخدام مبرد بدون مقبض نرافض السطح المطلوب امساك الصحيح من المبرد تحريك المبرد بفعالية تفادي انهاك البناء الشروط يساعد لك لأنك تتم عملية برادة بشكل جيد بحيث تؤدي المطلوب منك في أقل زمن وبفعالية أكثر وبكفاءة أكثر عندي عملية خراطة تيرنينك بروسس يقصد بعملية خراطة انتاج مشغولات أسطح صوانية سواء كانت تخرية و خارجية بواسطة أداة حدية الرأس يتم ذلك على آلة خراطة التي تقوم بحركة دائرية للشغلة حول محورها ضد حركة العدة الطولية ينتج عنها إزالة تشغيل أو سلسل من دوار المتحدة طبعا الخراطة نحن انتو كلكم معرفين انها في العمليين تستعمل في الجانب في عديد من المجالات انتاج أي قطع باستخدام آلة خراطة ينتج من حركتين واحدة حركة تغذية مصار الأداة واثنين حركة القطع حركة دوران القطع الزاء آلة الخراطة تتألف جميع آلات القطع بما فيها المخرطة وسيدة تدبيت المشهولة وسيدة تدبيت أداة القطع أو الغيشة آلية تدوير أو تحريك أداة القطع آلية تنسيق حركة أداة القطع بالنسبة لقطعة العمل يعني عندي أربعة أزاء لكل آلات القطع تدبيت قطعة العمل الآن يتم تدبيت قطعة العمل يارمه على الظراف 3 فكوة كما عندك في الشكل عندك ثلاث فكوة نفي ideia يرتب فيها الظراف الذاتي تمركز حيث يجعل مشغول تدور حول مركزه ويستخدم تدبيتARY الممستديرة ومثلثة المقطع عند مشغولات تكون شكلها مستديرة أو مثلثة أو مثلثة ساستخدم الظراف ثلاثي الفكوة الظرف الرباعي للفكوك يستخدم تثبيت المشغولات المربعة المثمنة يعتبر الظرف غير ذاتي التمركز حيث ان كل فك حركة مستقلة يعني في الجزء الذي قبل هذا ثلاثة فكوك كلها مع بعضها يتحرك لكن هذا يتحرك كل فك بروحة عشان تثبته في الجانب المشغولة عنواع عملية الخراطة يستخدم مهرب تسغيل السطوح بواسطة عملية الخراطة تسغيل السطوح المسلوبة للوالب الحزنية تسيع تقوب المنحانيات وغيرها عندي مثال على خراطة يراد خراط قطع صوانية بقطع 50 مليمتر إلى 44 عن من بعملية القطع سوف تنفذ من شغار قطع واحد يعني عملية الخراطة من 50 إلى 40 ستنفي بشغور واحد عندك البيانات قطر قبل التشغيل 50 طول الشغلة 200 سرعة القطع 45 معدد تغذية 0.4 مليمتر مطلوب منك عملية القطع وبعدين السرعة الدورية لن capital revolution per minute وبعدين زمن القطع فعلى طول الحل اتطبق في القوانين التي تجد انت عارفهم سرعة القطع بايدينين على ألف فعندي سرعة القطع في القانون هذا فممكن أن نجيب منها الانكابتر على الدورات ألف في في على باي في د الألف في السرعة 45 على باي في الديامتر قبل العملية الخراطة وهو 50 تساوي 286 revolution per minute يعني هذه عدد دورات للمكينة الخراطة تساوي 286 نجيب عمق القطع D1-D2 على 2 يعني القطر قبل عملية الخراطة القطر بعد الخراطة على 2 50-40 على 2 وتساوي 3 مليمتر هذا هو عمق القطع للمكينة الخراطة من المشغولة زمن القطع T L على N capital F في N small الضوء على N حسبناها قبل 286 مضلوها في فيد معدد تغذية 0.4 في N عدد أشوار في شوط 1 وتساوي 1.75 منتر يعني هذا هو الزمن اللازم لخراطة هذه القطعة من القطع 50 تفصلها لعند الـ 40 كشط أهلة الكشط من عالات أهلات القطع بواسط إزالة الرئيس بحركة خطية مستوي ويحتوي عليها إنتاج أسطح مستوي تستخدم المشطر في فتح المجالي أو التجويف في المشغولات تستخدم الكشط أداة القطع لتحد single point tool يتم إنتاج السطح المستوي عن طريق تجميع حركة الأداة والطاولة لدي مكينة الكشط تكون بالشكل هذا وهذا هو الأكثر توضيح لماكينة الكشط عندي تيبل هذا مقارنة بالآلات الموجودة عندي في الورشة مثلا المخرطة والمكشطة وآلة التقم هنا المقارنة تكون بحركة القطع وحركة التغذية في الورشة وخطيه في السكين أو الريشة بينما في المقشطة werdعى حتلية في السكين و بتلقي الشغ على الفيديو المستخدمة في الورشة المخرطة والمكشدة والطاقب تقدر ان تعرف الحركة القطع في كل آلة و الحركة التغذية و أين تكون